الدولة البويهية الحلقة 295 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات الدولة البويهية 320-447 هجري الموافق لتسعمية واثنان وثلاثون الف وخمسة وخمسون ميلادي ينحضر مراوة من وصول عراقية غير عربية فهم من طبيل الجبلية ستنت الدلم على الساحل الجنوب من بحط آزوين ولقد بدأت حياتهم الإدارية والسياسية في خدمة آل سامان ثم بدأت عملية تكوين إمارتهم في عهد أميرهم عماد الدين أبو الحسن علي 320-338 هجري 932-949 ميلادي بعد احتلالهم عصبهان وشراز التي اتخذوها عاصمة لدولتهم وفي عهد ثالث أمرائهم معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه امتد نفوذهم إلى بغداد فسيطروا عليها وفرضوا نفوذهم على خليفتها الذي أصبح لعبة في أيديهم توليا وعزلا بل وقتلا ولقب أمراهم منذ ذات الحين بلقب آمير أمرا ووضيفت أسماءهم إلى أسماء الخلفاء في خطبة الجمعة وعلى الستة النطود وفي عهد خامس أمرائهم عضت الدولة أبو شجعفا غاصرو 367-372 هجري 949-983 ميلادي اتسعت دولتهم حتى طاربت خلافة بغداد في عهد هارون الراشيد تمنافست في الفطر والإنشاءات أصور ازدهار الدولة العباسية فاتصل ببيلات عضد الدولة الذي تقلب بلقب شهناشاه وجهاز دولته أعلان في الفطر والطب والتاريخ والأدب من أمثال مسكوي 421 هجري الموافق لألف وثلاثون ميلادي والرازي الطبيب الفيلسوف 251-311 هجري 865-923 ميلادي والمتنبي 303-354 هجري الموافق لـ 915-965 ميلادي وأبو علي الفارسي 288-377 هجري الموافق لـ 843-987 ميلادي تم ازدهرت في ظل هذه الدولة التي كانت تشيع مذهبها ناشت جماعة إخوان الصفاء وخالان الوفاء وعرف فطر المعتزل صحوته من خلال تسامحها وكان إمام المعتزل عبدالجبار بن أحمد 415 هجري الموافق لـ 1024 ميلادي طاضي القضاء فيها تم تولى وزارة الصاحب بن عباد 327-385 ميلادي 938-995 ميلادي الذي كان على مذهب أهل العدل والتوحيد ولقد انهارت الدولة البويهية بدخول القائد السلجوري طرغ البط بغداد 447-4 هجري الموافق لـ 1055 ميلادي في عهد الأمير البويهي الملت الرحيم أبو نصخ خسرو فيروز الذي كان الأمير الثالث عشر في أمارة هذه الدولة اللهم صلى على محمد وعلى آله وہمocracy ما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد